المكتب الجهوي وكنشوف انه المجال اللي كندخلو لي داباع المجال الفني كي عاني من كتير من مشاكل اللي كي نفذ القطاع والخروقات والبحسوبية والزبونية فهذا المنبر اللي ضفناها للضالويضة جهات الضالويضة استطعت النقابة الوطنية للمهن الفنية بيناها تكون متميزة عن باقي النقابات كونها كالضم واحد المجموعة كبيرة من المجموعة أجلات الفنية اللي درنا لإحصاء ما يقرب من 150 مهنة فنية بالإضافة إلى المصراح والموسيقى وجميع الأصناف اللي كتعترف بها وزارة التقافة وكذلك المهن الأخرى اللي كتعترف بها حتى وزارة صناعة تقليدية فغتكون النقابة الوطنية للمهنة الفنية كإطار نقابي اللي من خلاله وغادي يجتمعوا الفنانين في إطار صورة جماعية لباش نقدو ندافع لهم والمكتسبات ديالهم واللي كي يعاني من الميز وكي يعاني من 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 الحقرافة للفن هذا فحنا جينا اليوم باش ندافع له لكن عرفوا أنك نقابات كثيرة في جهة الدار البيضاء ولكن كل نقابة عندها اختصاص كي نقابة الموسيقيين نقابة الدراما نقابة فالنقابة الوطنية للمهنة الفنية هي نقابة شاملة لجميع الفنون أو المهنة الفنية اللي من خلالها غادي نكونوا كصوت واحد من أجل النضال من أجل كرامة الفنان ومن كرامة المهنيين الفنيين والحمد لله احنا هندخلوا هاد المعركة ديالنضال وعدنا سيوف حادة وعدنا هد الكتيبة لمعانا متجندة من فرسان فنانين لغا يكونوا مناظرين معانا وغادي نديروا بلاصنا عن باقي النقابات وحنا ارى ما شيف حرب مع النقابات وإنما في حرب مع المسؤولين باش يحقوننا المطالب ديالنا كفنانين ما بقالي ما نقول لأن سيد النقيب سيد الرئيس قال كل شيء كنشكر الأعداء اللي وضعوا فيها التقاء أني نكون أمينة المال وإن شاء الله ما غنخيبش الضن ديالهم ونتمنى إن شاء الله تكون هاد النقابة وجه خير علينا وكذا كليكال لأننا احنا كنتكلموا على الفن ماشي غير الفن يعني ماشي غير الغناء أو الموسيقى وأنا كمطربة غادي نتكلف في المجال ديال الطارب واللي كيتخص أي حاجة كتخص بالطارب أباع الوطنية للمهن الفنية نحن اليوم صددت أسيس المكتب الجهوي لفرع جهة دار بيضاء أستاذ إحنا اللي خلانا أننا نديروا هاد النقابة لأن كيف كنتعرفوا في مليجات كورونا عرّات على الواقع الفني والمعاناة للفنانين وكن عارفوا حتى هناك مشاكل كتيرة كيتخبط بها الفنان بصفة عامة سواء المغني أو المؤدي أو الممثيل أو يعني جميع المجالات وهناك أشياء لم ما زال ما تقناش خسا تقنن في المجال الفني هناك حتيكار ديال بعض الشركات حتيكار بعض الوجوه ما كينش ما كيناش تكافو تكافو الفورص كين حقوق اللي هي مهدومة كين كين عارفوا أن في الف وتسعمية وتسعين في الرسالة الملكية صاحب الجلالة كانت تخصت واحد في المياه من الجامعات المحلية إلى اليومين هذا ما تطبقاش حتى بالنسبة للوضع المادي والصحي بعد الفنانة اللي ما بقوش قادي نعطيه يعني خسنا لقوا حلول للمبدعين هذا شكرا لكم